وخبر يعني أنا شايفة من الأخبار أيضا المهمة أنتوا عارفين طبعا أنه الاقتصاديات في العالم كله بتلاقي دايما أنه فيه استطلاعات وبيبقى دايما فيه إحصائيات وبيبقى فيه جداول وكل خبراء الشركات المعنية بالاقتصاد دائما يعني تنشر يا إما دوريات يا إما أخبار عن الاقتصادات اليوم فيه أظهر استطلاع أجرات وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا خلال السنوات الثلاثة المقبلة مع تراجع التضخم تدرجيا أظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا أقتصاديا أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر توقع كمان المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين